وارجعنا لكم أعزائي المشاهدين بعد الفاصل وانضمت لنا القامة العلمية اللي دوماً متابعين الصفحة عندي بعتولي على الإنبوكس الحقيقة إن هم عايزين دكتور رانيا السيد استشاري لعلاج الطبيعي أمراض المخ والأعصاب كتير جداً عندي يا دكتور رانيا مش عارفة أقولك الطلبات قد إيه فالحقيقة إن أنا طلبتها رغم كل مشغلها والعمليات والعمل وزحمة الشغل لكن هي تكرمت وتفضلت معنا في الحلقة دي النهاردة أهلاً بيك دكتور رانيا من ورانا في سيدي ساعة أمل كالعادة أهلاً مسينا مشاهدين بيحبوا حضرتك جداً الحمد لله كده حضرتك كده من وراني فانا من النهاردة الحقيقة هنتكلم في موضوع مهم جداً علاج التبول لإراضي والسلس البولي دكتور رانيا خلينا ندخل على طول في أسئلة السيدة المشاهدين اللي بعتنها عايزين نعرف أنت يتم التحكم في البول عند الأطفال تمام المخ بيبدأ الجهاز اللي مسؤول عن التحكم أو الجزء في المخ بمعنى أصحي المسؤول عن التحكم في البول عند سنتين تمام؟ من سنتين بحد أكثر حد ثلاث سنين نقول ده وقت التحكم يبقى إذن الناس اللي بتعمل البوتي ترينينج أو تدرب الأطفال على أنهم يعملوا اليورن أو البول يعني قبل سنتين غلط 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 ويسبب لنا مشاكل أنت أولا بتكهاريه نفسيا بتزعائيه وبتعقبيه على حاجة هو مش متحكم فيها أصلا ده جير أنه هو على المدى الطويل ممكن ده يكون سبب من أسباب التبول اللي إيراضي الليلي فيما بعد يبقى ممنوع يا جماعة حد يدرب أي بيبي حد عنده فيكو أي حد عنده بيبي ما بندربش الأطفال على عملية التبول خالص بالبامبرز لحد سنتين سنتين كتير دكتور ده احنا كنا بنقض من 14 كل الكلام ده غلط يبقى قبل سنتين الجهاز أو الجزء في المخ المسؤول عن التحكم في البول أصلا ما اكتملش ده هو بيكتمل من سنتين قبطه في أطفال لحد ثلاث سنين يبقى إذن إحنا بندرب بعد السنتين بندرب مش بندرب 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 مش بندرب الطفل يعني يبقى عنده كم سنة ويتجي إن هو يتبول يعني خلاص خلاص يبقى تدرب ويتجي بقى ما يبس بمبرزي احنا من سنتين لحد ثلاث سنين ده سنة تدريب ده تدريب ده سنة تدريب من أول أربع سنين نقدر نحكم عليه إذا حصل كده نقدر نقول إن هو عنده تبول لإيراج قبل كده ممنوع تقولي تعقبيه ممنوع يعني ممنوع مجرد العقاب ولا عقاب هو بيتدرب اسمها ترين بيتدرب حبيبي هنروح الحمام لما نحسب كده كده غلط كده من جير تعنيف وإحنا بندرب هو خلاص سنتين دي كمان البابي خلاص بيبقى مش بابي بيبقى كبر شوية بيبقى فاهم هيقولك مرة هتيجي معي مرة ليه كده حبيبي وندخله الحمام تمام بس يعني من جير تعنيف لإن هو في أطفال أصلا هو المفروض بيكتمل عنده سنتين قبطه ثلاث سنين تمام بعد ثلاث سنين بعد ثلاث سنين بقى في سنة بنسب هالوس بيس تدريب برضو بعد كده من أول أربع سنين نقدر نحكم على الطفل إذا نزل منه في فترة النهار أو الليل إنه عنده تباول لإيرادية إذن دكتور ده بقي خلينا نسأل بقى السؤال اللي بعد هو إيه أسباب حدوث الثلاث بول طيب تباول لإيرادية من ضمن الأسباب أول سبب هترحوا على طول إنه إنه السلويه اللي بيدربوا لدهم وبيعاقبوا الطفل وبيكهروا نفسيا قبل السنتين إنه هو لازم يعمل التباول في الحمام أو في البوتي ممنوع البوتي ترينيج زي ما قلنا قبل سنتين فده أول سبب ده أول سبب بيدعف عضلات المسانة وبيسبب مشاكل نفسية عنده يعني هو أسباب من الخوف بيهرى بالبول فده يعتبر ده سبب سبب بالزبط كده تاني السبب إنه هما بيبقى عندهم ضعف وعدم تطور في عضلات المسانة طبيعية وضعف تالت سبب ضعف في عضلات الخوض وعضلات اسمها عضلات قاع الحوض طبيعية العضلات بتاعت الولاد دولة أو الناس دولة طبيعة العضلات ضعيفة في المكان ده خلاص برضو ممكن يكون فيه ضعف في الأعصاب أو في الدورة الدموية المغزية للأعصاب اللي بتزبط التحكم في المسانة تماما وفيه أسباب نفسية طبعا مش هنقدر نكسيكلود ده تماما يعني هي بس مش هي كل السبب لازم مع السبب النفس يكون فيه سبب عضوي بس دي الأسباب الرئيسية يعني اللي بتحصل وتسبب لنا التباول اللاقيرادي الليلي 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 هو ممكن التباول اللاقيرادي فان دم يلقاش بالليل لأ هو ليلي هو لازم يكون ليلي هو بيبقى ليلي يعني لأنه هما بيبقوا طول النهار كويسين ليه لأنه المشكلة في ضعف عضلاته فهو بيعليكها بحاجة اسمها البرسبشن يعني إيه البرسبشن يعني الإدراك يعني هو بيعلم نفسه أنه يتحكم في البول مش عن طريق الكنترول العضلي قد ما هو عن طريق الإدراك بيحس أنه المسانة امتلقت فبيدخل وهو صاحي يفضي المسانة بلاص بقى فيه مشكلة بتبقى ضرورية أو ينذكرها في حالات التباول اللاقيرادي الليلي بالزاد لازم نأندرلاين كده ونسكوب عليها أنه هما بيبقى عندهم اتراف مراحل النوم خلينا نبسطها كده نشرح الحاجات التلاصم العلمية دي بشكل متوسط إحنا عندنا النوم في أربع مراحل مرحلة أو مرحلتين نقول مرحلتين كبار المرحلة الأولانية اسمها نون رامس سليب دي بيمر فيها البني عدم سواء كبير أو صغير بثلاث مراحل النوم اللي هو في أول النوم الخفيف وبعدين النوم المتوسط اللي هو أنا رولعت النوم النور حساتي إن كايزة تدخلي حمال بتصحي فيها وبعدين تنتقلي المرحلة تديه بسليب النوم العميق آه وبعدين تتنقلي المرحلة الرابعة اللي هي نون رامس ديب اللي هو المسل تون بتاعك التون بتاع العضلات يبدأ يرجع تاني والاكتيفتي بتاعت القلب بتبدأ نشاط القلب يرجع تاني اللي هي قريبة خلاص من الإفاق دي المرحلة الرابعة الناس دوريبا بيبعندهم مشكلة إن هما في عدم يعني فيه اضطراب في المراحل دي بيدخلوا مفرور الإنسان الطبيعي بيدخل في اللي هي المرحلة الرابعة اللي هي بيبقى نص نومة دي اللي هي اللي هو يقدر يزحى فيها بيعدي عليها من أربعة لخمسة سايكلز في النوم والبني آدم الطبيعي بيقدر لو معدوش التراب بيقدر يتنقل بين مراحل النوم المختلفة يعني من ديب بسليب هي المرحلة الثالثة المرحلة الرابعة without the report ومن الديب اللي قبلها يعني يعرف يتنقل بين مراحل النوم المختلفة ده الطبيعي لكن اللي مش طبيعي يبقى ان يحصل التراب انه يقف عند المرحلة بتاعة ديب بسليب النوم العميق وما يزحاش يبقى عندنا ضعف في المسانا وعندنا مشكلة مشكلة تانية اللي هي اتراب النوم هو في نوم عميق جدا ودي بنعمل لها تأهيل معين النوم علاج اترابات النوم دي حاجة برضو دخلة في برنامج التأهيل اللي احنا هنقوله بنعلمهم ازاي بندرجهم بتدريب معين هنقوله في شرح العلاج دي حاجة من حاجات اللي احنا هنأهل العين فيها السن بقى فاندم لبي بدعان من المرض احنا كده حضرتك تقريبا قلت بدءا من 4 سنين من 4 سنين بقى قبطوا بقى بيجينا ناس تين ايجز كمان اللي هما 18 و 17 وعشان هما متعالجوش وهم صغيرين عشان هما مش عارفين يروحوا لمن ومين بيعالج التخصص التباو الاراضي فبيتوهما بين التخصصات المختلفة لان هوا هما برضو الناس بتبقى فاهمة انه دي مش ربطينها انها ضعفة في عضلات المسانع والتراف النوم وازاي نعالجو كعلاك طبي لا هما بيبقوا ربطينه انه حاجة خاصة بالجهاز البولي نفسي نفسي فقط بالزبط كده طب ازاي فندم طرق التقييم وتشخيص بعد مرة زي كده طرق التقييم وتشخيص احنا طبعا دي من الحاجات اللي احنا بنعمل لها في التشخيص حاجة اسمها objective يعني ينسي بتقييم وتأكده من القياس قبل وبعد العلاج عندنا جهاز مخصوص بيقيس درجة انكباض العضلة بتاعت التباول بنقدر نقيسه وبيدينا رقم معين يعني ارقم معينة الرقم ده معناها ان العضلات ضعيفة احنا بيبقى عندنا هدف نوصل لرقم معين عشان نقدر نقول ان العضلات دي الكنترول بتاعها كويس يبقى فيه اجهزة بتبين بنقيس قبل وبعد وبناء عليه بناخد القرار هنعمل كورس واحد علاجي ولا اثنين ولا تلاتة على حسب اه طب ايه تعليمات يا فندم اللي المفروض اللي المريض هنا يتبعها اه بصي الموضوع ده فيه تعليمات مهمة اوي بحب يعني اعرفها الموضوع ده شغل الناس كتير الحقيقة او او التعليمات كمان في الموضوع ده شوية باعتبرها جزء من العلاج اكيد او مش مجرد ايه خلي بقلق دي دي جزء من العلاج او فالتعليمات مشكلة التباول اللي ايرودي بالزيت باعتبرها ان انت لو عملتها يبقى انت ساهبت معي دي دخل جوه العلاج بتاعك مش مجرد نصايح او تعليمات بنقولها للناس لا ده جزء من علاجك اول حاجة طبعا ان احنا هنقولهم معلومة مش هيتخيلوها لا احنا عايزين نشرب مية وسويل بشكل كافي طول اليوم عشان اثناء الجلسات وبعد كده عشان ده يكون نوع من انواع تدريب المسانة ليك اثناء النهار بس هنتجنب تانية حاجة هنتجنب القفايين والمياه الغازية بعد المغرب لانها بنعتبرها من الحاجات اللي بنسميها ايه مدرة للقول فما تعملش حاجة بقى بعد المغرب عشان ما حصلش تباول الارادي اللي هنمنع اكل اكل مش شرب بس اكل الحاجات اللي هي بتحتوي على نسبة مية عالية زي البطيخ زي الانانيس زي كانت لوب كل الحاجات دي حتى الطبيعي فانت من ان يكون بطيخ وقت متأخر تدخل الحمام كتير بالضبط والشرب قبل النوم بثلاث ساعات يبقى انت عندك طول اليوم براحتك بس هنمنع قبل النوم بثلاث ساعات الحاجات دي خلاص السوائل العصاير العصاير المية المأكلات اللي بتحتوي على على نسبة مية عالية خلاص هنمنع رابع حاجة مهمة جدا جدا لبس ملابس كتنية عشان ما يحصلش التهابات والالتهابات او برودة في المكان ده هنخلي دايما لبس ملابس كتنية التنشيف بعد التبول يكون بفوضة كتنية علشان ساعات المناديل والحاجات دي بتسيب رواسب بتعمل انفكشن بتعمل انفكشن الرواسب اللي بتتفضل مع العرق والحر تعمل ميكروبات او مشاكل في مجرى البول خلاص يبقى هنعمل هنعمل التعليمات دي تاني حاجة بقى مهمة جدا هتعتبر جول عليك بنقولها لهم الطريقة السحيون احنا قلنا ان هما بيدخلوا في مرحلة النوم العمي وما بيقدروش تنقلوا المرحلة البعض طيب نعمل ايه عشان ندخلها لهم بالتدريب بصوا بقى احنا بندرب المخ دي حركة مش موجودة في المخ وهنعلمها له هنعلمه ازاي بقى فانا هنعلمه ازاي بصوا يعني ايه هنعلمها له يعني زي السوية انت اول مرة هيجي اسوء العربية انا اصلا مش متعلمة السوية بس بفدل ادخلها للمخ لحد ما المخ يفاصل لما خلاص الحركات بتبقى بالضبط كده فهو دي احنا برضو هنعلمه له نعلمه له ازاي بقى هيزحى منه هنصبت الارب وهيزحى منهم كل ثلاث ساعات حتى الافاقة ازا ما فقش يبقى معظم الامهات بيعملوا ايه في الحركة دي بتاخدوا يا حبيبي نايم توديها الحمام وهي نايمة او هو نايم وترجحها نايمة هي اسم ما سحيتش هي لسه في الديب سليب بتاعها طيب وبعدين فلازم تسحى الى درجة الافاقة انا ركزة انها فقت لأ سحيت فين موبايلك ترد عليك موبايلي هنا تقوم هي تدخل التوالي اه لازم تتأكد انها فقت اه لو ما فقتش يبقى انت مع اللي امتهاش تتنقل للمرحلة دي ممكن التدريب ده حتى بعد ما نخلص العلاج لانه تدريب المخ من الحاجات اللي بتاخد وقت يعني مثلا على اقل بنعملها ثلاث شهور عشان يحصل برمجة للمخ للكصة دي طبعتك حتى لو خلصنا الجلسات وان عضلات استجابت قبل كده بنستمر في تدريب المخ ده شوية لانه تدريب المخ ممكن ياخد وقت اطول اه تمام طرق العلاجة فندم كده حضرتك قلتيها لا لسه بقى هنشرح العلاجة لسه ما عالج نومش احنا كل اللي قلنا دي تدريب كانت تعليمات هنمشي عليها هنمشي عليها علشان نبدأ معهم العلاجة تمام طيب احنا زي ما شرحنا انه في ضعف في عضلات المسانة وضعف في الاعصاب اللي بتؤدي للتحكم في البول فاحنا يبقى احنا شغلنا هيبقى على العضلات وهيبقى على الاعصاب تمام طيب بمعنى ايه هنعمل اجهزة بتعمل يعني نعمل انواع التنبيه الكهربائي بشكل معين يا اما بحجز ما بين الكترودي يا اما عن طريق ابر بتعمل تنبيه الكهربائي بشكل معين لعضلات المسانة الصغيرة وبنعمل تنبيه الكهربائي لعضلات الحد وبنعمل اجهزة بتزود الدورة الدموية السطحية والعميقة اللي موصلة للعصب اللي بيعمل كنترول في عضلات المسانة تمام بطرق كتير باكتر يعني من جهز الجاسة بتبقى في حدود ساعتين ونص او ثلاث ساعات بتبقى برضو كطبيعة شغلية بيبقى كورس مكسف بنشوف المشكلة فيه وبنعالجها العلاج بيبقى 12 جلسة وبعد كده بنرجع ناخد مقاس العضلة تاني نشوف استجابة ووصلنا للرينج اللي احنا عايزينه ولا لأ تمام بيبقى 12 جلسة ينفع كل يوم وينفع يوم بعد يوم اللي اتنين ينفعوا بنحتاج بقى نعيد من كورس الاتنين لتلاتة على حسب استجابة المريض ووصل للرقم اللي احنا عايزينه ولا موصلش تمام دي طرق العلاج طيب ننتقل لحاجة تانية السلس البولي ايه هو السلس البولي طيب السلس البولي ده من اسمه ده بيحصل تسريب نوع من عنوان تسريب تسريب للبول تمام احنا كده خلاص اتناعنا من التبول اللاقراضي الليلي الليلي اللي بيحصل عند الاطفال والمرهجي التبول اللاقراضي بنركز ان هو ليلي اه 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 وانتقنن السلس البولي بيحصل في الناس الكبار في الناس الكبار وده بيحصل اثناء اليوم اه مش حكرا احنا بتتكلم على نوع تاني نوع تاني من التبول اللاقراضي اه بس بالنهار بقى اه الاولين اللي هو النكتورنر ده الليلي ده الليلي وبتاع الاطفال والمراكين دلوقتي احنا بنتنقل عند الكبار عند الكبار تمام طيب السلس البولي ده من اسمه سلس البول بيسرب منه في منه تلات انواع مشهورين جدا اه اول نوع السلس البولي اللي هو اسمه stress incontinence يعني ايه من اسمه مع الاسترس يعني اي حاجة هتزود ببريشر يحصل تنقيد للبول للبول زي عندنا ايه العطس الكحة تشيل حاجة تقيلة تنقل حاجة مما كانها تلاقيه خصوصا مجرد العطس مشهور قوي في الستات اه بيحصل في الستات كتير قوي تلاقيه سربت بول خلاص النوع ده بيحصل يا ايما بسبب الولادات الطبيعية كتير خلاص او طبيعة عضلات القاع الحود عندها وعضلات المسل طبيعاتها برضو ضعيفة فجت في سن معين دعفت بعد الولادة دعفت اه او ان العضلات قريزي ضعيف دعفت مع الوقت ومع السن ضعفت تمام او ان هما يكون الناس اللي هما بيبقى عندهم حقنوا بوتوكس في العضلات دي قبل كده ما هو البوتوكس ده من الحاجات اللي بتدعف العضلات او بتشلي العضلات البوتوكس في العضلات دي اه حد يكون حقن بوتوكس في المكان ده ده من الاسباب اللي تعمل سالة سباولي في قدام شوية اه في الكبر اه في الكبر تيجي تقح تاعت السجير حاجة تلاقي نفسها بتسرب بول ده النوع الاوليني النوع التاني من اسمه اوفر اكتف بلادر اوفر اكتف من اسمها ان هي بيحصل فيها انكباضات سريعة الانساني وعمش عارف يتحكم في الانكباضات فجأة يحصل انكباض والبول بينزل ومهو مش لحقه من اسمه طبعا واضح قوي انهو بيحصل في كبر السن حتى هي تقولك انا عمش عارفة فجأة لقيت البول بينزل مني ومش لحقه نفسي وهي ما كانتش قبل كده وهي ما كانتش قبل كده كده بينزل لوحده دي اسمها اوفر اكتف بلادر يحصل انكباضات انكباضات في المسانة تقوم منزلها محتوياتها يبدأ البول يصرب منها قبل حتى ما تدخل الحمان وده مشهور قوي قوي النوع ده في كبار السن النوع الثالث اسمه اوفر فلو اوفر فلو يعني اين المسانة مش بتفرغ محتوياتها كويس فبيتفضل بواقي بول في المسانة تمام فإيه اللي يحصل البواقي دي تفضل تتراكم وتتجمع مع بعضها وبعدين يحصل تسريب تسرب ده بيحصل اكتر في الناس اللي عندهم تضخمات او مشاكل في البروستاتا ده النوع الثالث تمام طيب دكتور برضو عندنا سؤال على الصفحة ناس سألة يترى ضعف عضلات الحوض والمسانة بيأثر على العلاقة الحمية اه بصتي الناس اللي هم عم حصل لهم ولادات خصوصة ولادات طبيعي كتير اه او عندهم ضعف في عضلات الحوض او المسانة وبيبقى معهم ضعف في العضلة القابضة للمهبل اه فده بيأثر طبعا على علاقة الحميمية لانه العضلة بتبقى حصل فيها نوع من انواع الارتخاء تمام دي في الحالة دي بقى بنعمل قلق بنقوي عضلات قاع الحوض وبنقوي العضلات بتاعت المسانة وبنقوي عن طريق جهاز بيدخل جوه المهبل بنقوي العضلات القابضة للمهبل بجلسات بيبقوا تلات بيبقوا برعا تلات زيارات ما بيبقوش كتير بيبقوا تلات زيارات بنعمل فيهم جلسة التقوية بتاعت الحوض يعني بيبقوا جلستين في اليوم وجلسة على العضلة القابضة للمسانة تعمل جلستين في اليوم تلات مراته وتخلص القرص اجيب المال الموضوع ده بس مش يأثر على علاقة الحميمية ممكن بعد كده يحصل سقوط في المهبل وسقوط في الرحم يدخلنا لو أحملته يدخلنا في المشاكل دي يحصل ارتخاء بقى في عضلات المهبل ده يدخلنا في سقوط الرحم وسقوط المهبل والمشاكل دي يعني مفور تلحق بسرعة طيب يا دكتور هل علاج او الدواء العلاج الدوائي بيجيب نتيجة في الحالات بزي كده فندم طيب أنا هشرحها بطريقة بسيطة جيدة لشن اللفة بس الناس بيرفوها وخدنا وعملنا اه الأقراس في الحديد ده احنا هنا ده مشكلة سببها ضعف عضلات فيه دوة ممكن يأولنا العضلة بتاعتنا لوجيك لوجيك لا طبعا لا مشيش دوة يبقى احنا لازم هنعمل مجموعة التمارين معينة ونقوي بيها العضلة ومجموعة جلسات معينة بتقوي العضلات يبقى ومجموعة اجهزة معينة بزود بيها الدورة الدمانية للأعصاب اللي بتكنترول العضلات يبقى كل الموضوع ناتج عن التحكم العضلي او ضعف التحكم العضلي يبقى ده علاجه بالجلسات ما هواش علاج دواء في الاغلب لا في الاغلب لا الا لو حد بقى عنده مشاكل مساحبة اه زي التهاف مجرى البول زي يعني لكن لو المشكلة ضعف عضلات بس وطب اقول لا ايه رودي بس لأ هيبقى العلاج الاساسي دي العلاج الجلسات اللي بتتعامل عندنا تمام طب دكتور راني عايزة اعيد تاني على حضرتك سؤال نصايح للموضوعات اللي احنا كلمنا فيها دلوقتي ربما حد ليسا فاتح تلفزيون حاجة ما سمعناش من البداية نصايح كده عامة الموضوعات اللي احنا قلناها دلوقتي طيب احنا فيه فيه من ضمن الحاجات اللي احنا احنا قلنا ان احنا نمنع شور بالسوائل قبل النوم بتلات ساعت الصحيان حتى الافاقة كل تلات ساعت في النوم لبس ملابس كتنية خصويا في فصل الصيف تنشيف بفوتة كتنية للناس اللي عندهم مشكلة التباول الاراضي عشان نمنع حدوث زي ما قلنا عدوى او ميكروب الحاجة المهمة بقى انه فيه تمارين معينة دي احنا ما ذكرناهاش بنعلمها لهم بيعملوها في وقت التباول في اخر وفي منتصف وفي اول التباول بحيث انه التمارين دي بتحافظ على قوة العدرات بعد ما احنا حتى بنخلص الجلسات معاهم دي تحافظ على قوة العدرات دي بتعملها اثناء العلاج وبعد العلاج اثناء العلاج وبعد العلاج اه طيب فيه سؤال عندي على الصفحة يا فندم بخصوص موضوع التباول اللا ارادي انه فيه حد عنده ابنه بس مش طفل هو عنده 16-17 سنة وعنده الموضوع ده طيب 16-17 سنة زي ما احنا قلنا التباول اللا ارادي الليلي 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 بيحصل بيحصل هلقي زي بول نازل منه غزبا عنه اه هو مش غزبا هو مش حاسس اصلا لان هو ما تنقلش هو لسه في مرحلة النوم العميق فبيسح ايه اللي حصل ده السنة مش طفولة ما هو مش طفولة بس هو ما تعليقش ما هو المشكلة دي من المشاكل ما هو انتي ما عملتيش كنترول للعضلات من المشاكل اذا لو ما تعالجتش تفضل موجودة تمام اه يعني هو السبب انه هو ما هو بس مش طفولة ارادي الليلي ده بيحصل احنا قلنا مثلنا اربع سنين لحد بقى الى ان يتعالج لو ما تعالجش هتبقى في التلاتينات وعندها المشكلة دي هتبقى في الاربيانات وعندها المشكلة دي المشكلة دي بتفضل موجودة الى ان يتعالج المريض اه اذا ده تشخيصه انه كان عنده اصلا هو مر مرحلة طفولة وما تعالجش منها بالزبط يعني ده اكيد كان بيحصل من قبل كده اه وهو مش تكاش حيا دكتورة رانيا وقتنا الحلو الجميل مع حضرتك كالعادة بينتهي بسرعة وبرضو على وعد بلقاء تاني انه عارف ان انا هلاقي على الصفحة اسئلة تانية وسادة المشاهدين دايما الحقيقة بيطلبوا سيادتك بشكرك شكرا جزيلا دكتور رانيا سيد استشاري العلاج الطبيعي لامراض المخ والاعصاب شكرا جزيلا لفندم ونورتينا في ساعد امان على بعد بلقاء حلقة عزائي المشاهدين فاصل ونرجع لكم ان شاء الله بعد الفاصل